طالب ذو المغيبين من أبناء قضاء القائم بمعرفة مصير أبنائهم الذين اختطفهم تنظيم داعش عند سيطرته على القضاء عام 2014 وقال ذو المغيبين أن التنظيم اختطف أكثر من 3000 مدني ومنتسب بالأجهزة الأمنية واقتدهم إلى جهات مجهولة وطالب الأهالي الحكومة العراقية بالعمل على كشف مصير أبنائهم المختطفين منذ خمس سنوات داعش داعش جاء على المنطقة واخذ ولادنا وقال عشر تيام ورجعهم واليوم ثلث سنين إلا شي قليل وجاء أخذهم وخل وجوهنا باردة واليوم ثلث سنين إلا شوية لا ذكر ولا خبر ولا أبد ولا أصل معكم لا ذكر ولا خبر وعوائل والله يا بله وكيلك حال العداية حالنا احنا من هنا نستنجد يلا غير بالله وبيكم أنتوا تعرفون وبيكم نستنجد ولا لا نريد لا راتب ولا حقوق الريد والادنا طيبين واليعاني ميتين الريدهم ما أريد غير والادنا ما أريد لا مال ولا أريد كل شيء المخلج والله لو يتهيون وينذكرون لا أمشي من علايم على الحكومة على أهالي اللي ينطلب عليهم لألملهم إياه ما أريد هسع لا مال ما أريد أحنا ناكل عشتوا مندلهم ميتين مندلهم طيبين ما أريد كل شيء المخلج على غير والدنا يعاني ترجمة نانسي قنقر